خدينا نرجع نجاب الكلامنا عن ماتش مبارح طبعا إلى جانب الجزء الدفاعي للفريق طول الماتش لاحت للأهلي طبعا إلى عديد من الفرص لكنها لم تصل للنهاية السعيدة المرجوة نتيجة قلة التوفيق في بعض الأحيان عدم اتقان اللمسة الأخيرة في بعض الأحيان لكن احنا زي ما بنقول لحضراتكم دايما احنا مش بنتعامل مع فرقتنا من منطلق التعامل بالقطعة لا احنا بنتعامل بالنتيجة اللي توصلك لاستكمال طريق البطولة وخصوصا لما تكون البطولة دي هي الأحبة على الإطلاق بالنسبة للنادي الأهلي وبطبيعة الحال جماهير النادي الأهلي مليون مبروك للصعود لنصف النهائي الماتش كان حماسي جدا الحقيقة من جانب الفرقتين أكيد وسط أجواء جماهيرية مغربية صاخبة للغاية وطبعا كالعادة برضو بخبرته الكبيرة نجح النادي الأهلي في أنه يمتص الاندفاع الهجومي لفريق الرجاء ويتقلق طبعا محمد الشناوي زي ما كانت نهوان دي بتقول لحضراتكم من شوية كعته يعني الحقيقة صد كذا هجمة في منتهاء الخطورة مليون مبروك للنادي الأهلي التأهل للمرة الرابعة على التوالي بالمناسبة صفحة الكاف احتفت بهذا الأمر واحتفلت به على صفحتها الأهلي صعد إلى نصف النهائي الإفريقي أعوام 2020-2021-2022-2023 بس في نقطة أنا بشوف أن هي ما تزعلكش على قد ما تفرحك اللي هي يبقى يعني ببعض مبارح طبعا إحنا بنتابع للسطولات التحليلية وقراء الزملاء الأعزاء طبعا في البرامج والقرارات المختلفة يجي حد يقولك مثلا الأهلي مبارح ما كانش في أفضل حالاته الأهلي كسب لكن ما كانش في أفضل حالاته الأهلي مش هو ده اللي احنا نعرفه حاجات زي كده أنا بشوف أن دي مجملة أو بشوف أن دي حلوة أن تخيل حضرتك لما أنت تبقى مش في أفضل حالاتك وبتفوز ومش على أرضك يعني دي بالنسبة لي حاجة ما تزعلنيش خالص تخيل بقى لو أنا في أفضل حالاتي ومش على أرضي أنا حعمل إيه فبالنسبة لي أنا بشوف أن آه ربما لو أنت هتيجي تعمل تقييم للمباركة كل يا كريم كأداء في بعض المشاكل أو في بعض الأمور اللي لسه عايزين نشتغل عليها مش هقول مشاكل بعض الأمور أو النقاط اللي أنت لسه عايز تشتغل عليها ولكن في العموم أنا قديت النتيجة اللي أنا عايزة أو اللي أنا عايزها في نفس الوقت كان فيه تاكتك من كولر أو مارسل كولر هذا المدير الفني اللي أنا بشوفه رائع حتى هذه اللحظة بشكل كبير جدا حتى المشاكل اللي كانت موجودة قبل ما ييجي يا كريم وهي لمسات الأخيرة ابتدت مش هقوله اختفت بس ابتدت أن أنت تقدر تتحكم فيها إلى حد ما في بعض المباريات ما كانتش موجودة تماما فأنا بشوف أن الراجل كان حاطت خطة رائعة جدا قدرت من خلالها أن أنت برضو تلعب لعب جماعي جيد البعض برضو قالك مبارح من الاستودات التحليلية والأراء المختلفة والنقاط الرياضين قالك كان يعني بداية من القهربة يلعب وحاجات زي كده أثر على اللعبة ما كانش وفروض ينزل من الأول وجهة نظر كل واحد ليه وجهة نظر بس في الأول وفي الآخر الموديل الفني هو اللي بيشوف الأفضل للفريق فعشان كده إحنا بنخليه وله كافة الحرية أن هو يختار اللعب ويبدأ بمين ويغير مين ويبدل مين دي حاجة هو هيحاسب عليها في الآخر ولكن والهدف تحدد في نهاية الأرض هي دي السكت تحول كده ترجمة نانسي قنقر